بعد ثمانية عقود على تأسيسه حل الجيش العراقي من قبل الإدارة الأمريكية آنذاك يعني منذ العام 2003 حتى يومنا هذا كيف قرأت تطور هذه المؤسسة العسكرية سيئة الفريق التي أنت جزء منها حقيقة أكبر جريمة في هذا العصر اتكبها العدوان والاحتلال الأمريكي وحل الجيش العراقي هذا الجيش ذي التاريخ العريق والذي سطر ملاحم بأحرف من ذهب وبدل الغالي والرخيص في سبيل الدفاع عن الأمة العربية والدفاع عن أرض الوطن ولذلك نلاحظ أنه الجيش العراقي بعد حله وتشتت هذا الجيش العظيم وحقيقة أيضا معسكر رشيد كان يحوي أكثر من عشر ملايين بندقية وعتاد ومختلف الأسلحة كلها سرقت ودمر هذا الصرح العظيم من معسكر رشيد ودمر أيضا معه المستشفى الرشيد العسكري الذي كان أرقى مستشفى في الشرق الأوسط بالنسبة للجيش فحقيقة بعد 2003 وبعد حل الجيش العراقي واستباحة العراق والأراضي العراقية ومدينة بغداد لمدة أربعة تشهر بسبب حكافة الأجهزة الأمنية استباحوا وسرقوا كل شيء اللصوص وكان أيضا بمشارك بعض الدول ومخابراتها اللاحظ أنه تم تأسيس الجيش العراقي من قبل بالبداية من قبل القوات الأمريكية المحتلة وكان بالبداية وحدات الدفاع المدني والتي هي على غرار النظام الأمريكي لوحدات الدفاع الوطني التي كانت واجباتها الرئيسية هي الكوارث الطبيعية والكوارث الغيرها كان يقومون بحماية ونجدة هؤلاء الذين يتعرضون لهذه الكوارث ثم بعد ذلك غيروا التسمية للحرس الوطني وأيضا كان في الولايات المتحدة الحرس الوطنياتي بالدرجة الثانية بعد الجيش الأمريكي تشكل الحرس الوطني بشكل سريع جدا وعلى أساس التطوع غير المدروس وغير المدكة الهوية وغير ذلك ولذلك نلاحظ أن الجيش بالبداية تم تأسيسه من ضباط الجيش العراقي القدماء يعني قصدي كانوا قبل 2003 وأيضا من قبل أيضا المتطوعين لدينا قسم خرجين كليات وقسم منهم زوروا الشهادات وانتموا إلى هذا الجيش وعطيت المناصب للضباط بشكل غير مدروس وبشكل اختياري نلاحظ أنه هذا الجيش في البداية كان يرافق بالقوات الأمريكية في كل واجباته ولم تفكر أمريكا في تطوير هذا الجيش بقى حرس وطني إلى عام 2007 نلاحظ أنه أمريكا لم تفكر بتشكيل جيش عراقي قوي للأسباب التالية كانوا يعتقدون أنه عندما يؤسس جيش عراقي احتياد يكون وطني سوف ينقلب عليهم وسوف يطردهم من البلاد وإضافة إلى عدم موافقة ومانعة الأحزاب الشيعية والكردية في تأسيس هذا الجيش بشكل قوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة